السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت عشرين كانون الثاني يناير طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الجوزاء وأيضا اليوم معلنا انتقال الشمس من برج الجدي لبرج الدلو القمر اليوم موجود الآن في برج الثور لغاية الساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء ورح يظل القمر موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة التسعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها إلى برج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأعمال والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد طبعاً رح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 9.49 دقيقة من مساء الليل هاي بتوقيت جرانيتش اللي هي يوم السبت بعدها بدو ينتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما إن القمر موجود في برج الثعور لغاية ساعات ما بعد الظهر زي ما حكينا فعناته منظل أكثر حذراً من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو من الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية والتحركات الفلكية اليوم طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالة ذات صلة بذلك يعني اللي بتتعلق بالفن والديكور تجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة وخمسة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتعزز التصلط عند البعض بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحهم وبتسبب عدوات خفية كمانها بتزيد من حدة شهوانيتنا برضو ممكن هيك أشياء نعملها تضر بصحتنا وممكن تسبب لنا أمراض خطيرة إذا ما انتبهنا بثور عمال عنف ومواجهات بسبب هذه الزاوية على المستوى الدولي طبعا إلها علاقة بالنيران والمعادن بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق أو الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعريه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج طبعا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية طبعا اليوم ما في عنا خلو مسار لأن الانتقال رح يصير مباشر من برج الثور لبرج الجوزاء لأن القمر تلقائيا بنهي الزاوية اللي ذكرناها اللي هي ما بين القمر والشمس وبيبدأ بتشكل زاوية اللي بعدها مباشرة اللي رح تكون موجودة ما بين القمر وما بين زحل ولكن هاي الحدث الزاوية هاي اللي بين القمر وزحل صحيح أنها رح تكون في المساء المتأخر ولكن هاي بتلغي هلو المسار يعني بمعنى آخر أنه عنا إحنا الساعة وحدة و 57 دقيقة بعد الظهر القمر خلص بنتقل وبصير في برج الجوزاء خلال من ساعات ما بعد الظهر نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك طبعا ممكن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية ويمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنا دي طبعا في عنا الحدث الآخر اللي رح نحكي عنه اليوم اللي هو الشمس اللي رح تنتقل للدلو بعد الظهر يعني بعد ظهر اليوم الساعة ثنتين وسبع دقائق بعد الظهر بتكون انتقلت واستقرت في برج الدلو عشان هيك ما يقول له موليد برج الدلو كل عام وأنتم بكل خير طبعا الانتقال هذا اللي رح يكون اليوم رح يظل الشمس موجودي في برج الدلو لغاية ساعة أربعة وثلاث عشر دقيقة من صباح يوم الاثنين تساعتاش اثنين لا ينتقل القمر الشمس بعدها لبرج الحوت رح يشعر موليد برج الدلو بتحسن عالي جدا بيطرع على صحتهم تدريجيا كل ما وصل عيد ميلاد شخص منهم يعني بداية العام الجديد لا إلهم والفترة الإيجابية لا إلهم ولكن ما قبل عيد ميلادك بتكون الفترة لسه فيها نوع من أنواع الضغط الصحي والنفسي ولكن أقل من قبل أسبوعين رح تجتازوا فترة مريحة بصورة عامة طبعا الانتقال هذا رح يترك أثار إيجابية على موليد الأبراج الهوائية والنارية اللهم الجوزاء والميزان والحمل الأسد والقوس ولكن أقل الأبراج رح تكون حظا أو طاقة من هاي الأبراج اللي هي الأسد لأنه رح يكون الشمس مقابلهم تماما وأيضا عندنا برجين أساسيات اللي هو الحوت والعذراء لأنه الحوت بالنسبة لإلهم مكان بيت متاعبهم أو بالنسبة للعذراء هو بيت الصحة والعمل طبعا لوجود الشمس في الدلو تأثيرات كثيرة رح تكون على جميع الأبراج وكل برج يختلف عن البرج الآخر وهي ذكرناها في حلقة منفصلة موجودة على القناة بتفصيل كامل كل برج وإيش رح يستفيد ومن إيش يحذر أيضا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لا الشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عنا أول إشي من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هاي الأكثر حساسية لغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر والأيام القادمة يعني وساعات المساء والأيام القادمة عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هي تسمى الجهاز العصبي وأيضا جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو برضو يعتبر أو يسمى النظام التبادل يوصل اليوم بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يبدأ الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدب عمره تسعة أيام في تمام الساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بصغير عشر أيام نسبة الإضاءة ثمانية وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي ورح تنتقل للدلو زي ما ذكرنا ورح تظل في الدلو لغاية يوم تسعة وعشر اثنين سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثاور ورح ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء لغاية يوم اثنين وعشرين واحد منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم خمسة اثنين سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم ثلاثة وعشرين واحد منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم ثلاثة اثنين سعيد بنسبة 70% المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً يعتبر من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتظل في فرصة لبعض المكاسب المالية اللي بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتنا ممكن نعالج استحقاق مالي وأيضاً بدنا ننتبه من زيادة في المصاريف وصرف الأموال أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطه في أمور الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاولوا أنك تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي حواليكم اتفاهم الآخرين وابقوا هادئين وما تفوتوا عليكم فرصة المسالحة والتسوية وكرروا المحاولات السابقة وما تستسلموا حاضروا من السرعة وسوء التفاهم بالنسبة لموليد برج الثور طبعا فقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة يتدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات ما بعد الظهر بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا مسائل إدارية أو تمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أما من ساعات ما بعد الظهر تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا تعتبر فترة مميزة واستثنائية بما أن القمر رح يكون موجود عندكم وبدعوك الجو طبعا ملاء النشاط العالي واستغلال كل الفرص وحاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم مع أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن بدك تكون حذر من العصبية وردات الفعل أو الانتقاد اضبط أعصابك لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب في ساعات ما بعد الظهر القمر خلص بيصير في بيت المتاعب فعشان هيك بيصير هذا الوقت أو الأيام القادمة تطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان وما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار بتكون مشوشة والظروف مخيبة للأمال برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد يعني بتظل الأجواء جيدة لغاية ساعات ما بعد الظهر مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أما من ساعات ما بعد الظهر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته طبعا بالترافقك رياح مهاتي رغم الضغطات تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيصلكم خبر من خارج البلاد وبتنجحوا بأمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات ما بعد الظهر بيصبح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم ووسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام في صعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل في فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكي أو تعويض من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أما من ساعات ما بعد الظهر بيصلكم خبر من خارج البلاد أو من جهة الجنبية أو اتصال خارجي وبتنجحوا في مساء تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبة البعض منكم بالبحث عن قاسم مشترك بيجمعوا بأحباؤه بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتعلى بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيصال خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بظل الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم لكن بدون اتخاذ قرارات حاسمة وبدون عصبية أما من ساعات ما بعد الظهر بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة لرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت نوع من أنواع الإزعاج أو العدوات يا إلك أو لغيرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه في عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك نظموا جدول غذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ولكن كل ما اقتربنا لساعات الظهر القمر باقترب من مقابلتكم فعشان هيك من ساعات ما بعد الظهر خلاص القمر بصير مقابلك تماما في برج الجوزاء فبتصبح هاي الفترة مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حاذروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارية بدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم موسعكم ممارسة نشاط فني أما من ساعات ما بعد الظهر ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي ممكن يكون في بعض القلق حول مسألة مهنية برج الدلو بالنسبة لما هوليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بظل الاهتمام إلى علاقة بالبيت والعائلة وممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي ممكن أنها توترك أما من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل السفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لما هوليد برج الحوت بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ومن الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتظل الفترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما في ساعات ما بعد الظهر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش إنك ما تسمح لعوطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لللي بيحتاجها ولكن بدون مشاكل عائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر